أبو يوسف أكب مستشفى فيه بأمريكا فيها مستشفيات حكومية ولا كله خاص طب المستشفيات الحكومية الرواتب فيها أحسن من الخاص ولا أجل أنا بعطيك التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحيكم من قناتي مذكرات ممرد نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء وفي هذا الفيديو رح نتكلم عن إحصائية سريعة عن أعداد ونسب المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية فلو عجبك عنوان الفيديو خليك معنا للآخر لا تنسى تعملي الهند واشنك تلبس الجلافز تجيب معك ماسك وتفضل معي طبعا كل الأنواع هاي مرتبة حسب أعدادها أو نسبتها حسب آخر الإحصائيات اللي هي تقريبا قبل ثلاث شهور أمريكا فيها 7378 مستشفى بالضبط أنواع المستشفيات عندهم مختلفة احنا عندنا المستشفى فيه كل الأمراض بعالج كل إشي بتلاقي المستشفى فيه عظام وعيون وباطن وجراحة وأطفال وتوليد لا هم عندهم ما فيه هاي التقسيمة أكثر من نص المستشفيات في أمريكا تسمى مستشفيات الرعاية الحادة قصيرة المدى أو Short Term Acute Care Hospitals هذا نموذج المستشفى التقليدي اللي احنا متعودين عليه اللي هو المريض بدخل بتلقى رعاية طبية طارعة في الطوارئ وبعضها بدخل على قسم عادي أو ICU بيشوف اليوم يومين ثلاثة أسبوع اللي هي رعاية قصيرة المدى بسبب إصابة أو مرض أو أي حالة أخرى تلقى العلاج في ال-inpatient أو بيئة المرضى الداخلين بسموها هذا النوع اللي احنا بنعرفه كلنا حوالي 3873 مستشفى في امريكا تابعين لهذا النوع النوع البعدي فيه اشي اسمه Critical Access Hospitals او مستشفيات الوصولة الحريجة هاي المستشفيات بتنفع الناس اللي ساكنين في الضواحي حوالين المدن الكبرى او على الطرق الرئيسية بين الولايات او في القرى الصغيرة لما يكون انت اقرب مستشفى كبير اليك ببعد عنك اكثر من 35 ميل يعني اكثر من 55 كيلو متر رح تلاقي جنبك مستشفى صغير في بعض التخصصات وبسلكك في بعض الحالات ولو ما قدر انه يمشيك بينجلك لمستشفى اكبر في كل التخصصات هاي المستشفيات عددها في امريكا 1362 بنسبة حوالي 18% من المستشفيات الامريكية في المرتبة الثالثة بيجي مستشفيات الطب النفسي او Psychiatric Hospitals هاي عددها في امريكا 825 مستشفى بنسبة حوالي 11% من المستشفيات يتم فيها تشخيص المرضى وتقديم الرعاية الطبية والدوائية لهم على مدار الساعة تحت اشراف الاطبطة في المرتبة الرابعة في نوعية بيسموها Rehabilitation Hospitals او مستشفيات اعادة التأهيل هاي المستشفيات بتساعدك في تحسين او استعادة القدرات الوظيفية للجسم من خلال برامج العلاج اللي هي الثرابي بروجرام يعني مريد مثلا صار عنده جلطة على الدماخ CVA او مريد مثلا صار عنده حادث سير صار عنده اصابات كثيرة وكسور متعددة اول ما يدخل بدخل على مستشفى عادي اللي قلنا عنه اول نوع اللي هو الأكيوت كير بعد هيك بدك واحد يمشي معاه بكل الخطوات لغاية ما يرجع زي مكان او اقرب اشي لللي كان عليه بده علاج طبيعي بده عاكا كيز بده كراسي متحركة بده ياخد ووكر بده ياخد جبائر بده يعمل لحاله كمدات بده ناس تعمل له علاج طبيعي بده ناس تعمل له تمرين بده ناس تعمل له دعم نفسي فبيحتاج خدماتي كثيرة جدا ما بيقدر المستشفى العادي انه يوفرها الو بروح على مستشفى بسموه Rehabilitation اللي هو بمسكك من بعد الحادث بعد ما يزوله الخطر يمكن تكون سنة او سنتين او ثلاثة تتابع فيه الى ان ترجع زي ما كنت او اقرب نسبة للي كنت عليها النوع اللي بعديه بسموه مستشفيات الرعاية الحادة طويلة الاجل او Long Term Acute Care Sitting او Hospitals اذا قعدت في المستشفى اكثر من 25 يوم بسموه Long Term فلو كان المريض عنده مشكلة معينة لكنها بتحتاج لعلاج طويل زي مثلا مرضى الازمة امراض الجهاز التدفسي علاج الهيد تروما مثلا واحد وقع عراسه او صار مع احد السير ان ضرب عراسه هذا بده احتاج شهر او اكثر علاج مثلا ال Pain Management واحد مثلا عنده كانسر ممكن يقعد سنة في المستشفى وهو يوخ المخدرات ومورفين او اشياء زي هيك فهذا بيلاقيه في هذا النوع من المستشفيات اللي تضمن الدخول شهر او اكثر هاي المستشفيات عددها في امريكا 386 ونسبتها يا دوب 5 بالمية من المستشفيات الامريكية اجمل نوع من المستشفيات مستشفيات الاطفال Children's Hospital او Pediatric Hospitals تقدم الرعاية للاطفال اللي اعمارهم اقل من 18 سنة عددها في امريكا 270 مستشفى بواقع حوالي 3.7 بالمية من المستشفيات الامريكية هل امريكا فيها مستشفيات متقاعدين عسكريين زي عنا؟ نعم فيها مستشفيات المتقاعدين العسكريين بسموها Veterans Administration Hospitals هذه يتم ادارتها وانشائها وتشغيلها بواسطة المحاربين القدامى بتمولها الحكومة الفيدرالية مش حكومة الولاية وهم مسؤولين عن رعاية قدامى المحاربين وغيرهم من الافراد العسكريين المتقاعدين عددها في امريكا 161 مستشفى يعني تقريبا كل ولاية فيها ثلاث مستشفيات نسبتها 2.12 بالمية من المستشفيات الامريكية هذا للمتقاعدين لكن لو انت على رأس عملك في نوع لحاله من المستشفيات اسمها Department of Defense Hospital او مستشفيات وزارة الدفاع لو انت بتشتغل في الخدمة العسكرية يعني جيش بحرية قوات جوية مشات البحرية خفر السواحل انت وعيلتك تتعالجه في هاي المستشفيات عددها 35 مستشفى فقط في كل امريكا ونسبتها اقل من 5 بالالف فيه مستشفيات بسموها مستشفيات الرعاية الصحية الدينية غير الطبية اللي هي الريليجوز نان ميديكال هيلف كير انستيوشنز كيف يعني؟ بعض الناس بكون منتمي الى دين معين او طائفة معينة شايفي انه العلاج حرام او التبرع بالدم حرام او زراعة الاعضاء حرام مريض محتاج لعلاج لكن هو لا يؤمن بالطب او لا يؤمن بنوع معين او دوى معين من ادوية الطب بيروح لواحد من هاي المؤسسات او المستشفيات فبقولولو انت ما بدك مثلا تاخد مورفين للوجع بنعطيك مثلا نعملك مساج نعملك ميديتيشن بنعلمك اليوغا فيه الف حل وحل المؤسسات اللي زي هيك في كل امريكا 13 مؤسسة فقط بواقع اقل من 2 بالالف من المستشفيات السؤال الذي يسأله الكثيرون كل مستشفيات امريكا حكومية ولا كلها خاصة ولا اغلبيتها حكومية ولا اغلبيتها خاص والسؤال الاهم هل الرواتب في الخاص اكثر من الحكومة ام العكس فيه مستشفيات حكومية في امريكا بسموها general hospitals او المستشفيات العامة وهي تدار من قبل حكومات الولايات او الحكومات المحلية حسب احصائيات جمعية المستشفيات الامريكية تقدر نسبة المستشفيات الحكومية في امريكا بحوالي 20% فقط من اجمال عدد المستشفيات طبعا هذا الرقم يتفاوت قليلا من سنة لاخرى ومن منطقة لاخرى يعني بعض الولايات 19 بعض الولايات 22 بالنسبة لرواتب الممرضين في المستشفيات الحكومية مقارنتها بالمستشفيات الخاصة فهي بتختلف حسب مواقع كثيرة منها الموقع الجغرافي منها مستوى الخبرة منها التخصص فبشكل عام يمكن تكون الراتب الممرضة في المستشفيات الحكومية اقل بشوي من المستشفيات الخاصة لكن هذا مش دائما وغير هيك تنساش ان المستشفيات الخاصة بتقدر تعطيك راتب كويس نظرا انه تمويلها بكون اقوى من تمويل الحكومية لكن تنساش انه برضو الوظيفة الحكومية فيها استقرار بشكل كبير وفيها تقاعد وفيها تأمين صحي انت لو اشتغلت في مستشفيات خاص رح يعطيك الراتب اعلى بس انت بتدفع التأمين والتقاعد ما انهم فيه وتنساش برضو انه الولاية اللي مرتبها عالي بتكون العيش فيها غالي الولاية اللي مرتبها جليل بتكون العيش فيها رخيصة فبتصفي هي هي يعني انت تشتغل في ولاية تاخذ مثلا ثمان تلاف دولار بالشهر تصرف سبعة وتحوش ألف ولا تشتغل في ولاية ثانية تاخذ أربعة تلاف دولار بالشهر تصرف ثلاث وتحوش ألف بتصفي نفس الفائدة تقريبا الفيديو الجاي فيديو مهم جدا 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 راح أفهمك شو هي مميزات عمل الممرض في أمريكا وشو الفرق بين التمريض في أمريكا عن التمريض في بلادنا في النهاية لازم أذكرك كالعادة إنك لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفحل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته